اكد مدير جهاز الاسخبارات الصومالية السابق عبدالله محمد علي ان مشكلات الصومال تنبعوا الى حد كبير من التدخل القطري في شؤون الصومالية الداخلية اليكم ابرز ما جاء في المقال كان الصوماليون سواء في الداخلية والخارج متفائلين عندما انتخب محمد عبدالله فرماجو رئيسا للصومال في فبراير 2017 وشارك الدبلوماسيون والمجتمع الانمائي هذا التفاؤل معتقدين ان فرماجو نزيه ونشيط واصلاحي تظهر اربعون شهرا من حكم فرماجو ان التفاؤل الاولي يبدو في غير محله ان لم يكن سذاجة الوقت الراهن الصومال في حال اسوأ بكثير مما كان عليه قبل تولي الرئاسة لم يكن من المفترض ان يسوى الامر لهذه الدرجة تنبع مشكلات الصومالي لحد كبير من التحالف الشيطاني الذي شكله فرماجو مع قطر والتأثير الخبيث الذي تمارسه في جل جوانب السياسة والدبلوماسية الصومالية والكارثة الاكبر بالنسبة للشعب الصومالي هي كيف اثر النفوذ القطري واعتماد فرماجو المفرط على الدوحة على تقويض سنوات من التقدم الامني بناء على اقتراح قطر قام فرماجو بتعين رجله الفهد ياسين لرئاسة وكالة الاستخبارات والامن الوطني الصومالي نيسا على الرغم من ان ياسين صحفي الجزيرة السابق ليس لديه خلفية امنية او استخباراتية فتحت الوصاية القطرية قام ياسين بتفكيك الركائز الاساسية للوكالة واستبدل على نحو منهجي ومنسق بالعملاء المحترفين وذو الخبرة هواتا متملقين وخدم على نحو فعال كمركز لتبادل المعلومات لعمليات الاستخبارات القطرية في القرن الافريقي لم تعد عمليات نيسا تركز على المعركة ضد حركة الشباب وعوضا عن ذلك فهي تهدف الاسكات المعارضة السياسية والاصوات المنتقدة في المجتمع المدني في الواقع يبدو ان العديد من الحوادث الارهابية والزيادة الاخيرة في حملات الاغتيالات التي اسفرت عن مقتل حاكمين اقليميين مودوغ ونوغال في منطقة بونتلاند بالصومال يبدو انها تحمل بصمات قطرية ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز يبدو ان تسريبا صوتيا لمكالمة هاتفية عام 2019 من السفير القطري في الصومال يؤكد تورطه المباشر في هجوم انتحاري وقع في مدينة بوساسو السحلية في افضل الاحوال نيسى عاجزة عن منع مثل هذه الاعمال وفي اسوأ الاحوال ربما جعل ياسين بعض الافراد متواطئين التدخل القطري في السياسة الصومالية الداخلية يستحق نفس القدر من الشجب ويمكن ان يقوض مستقبل الصومال كدولة فاعلة وقادرة على البقاء فسعى فرماجو بدعم قطري الى تقويض الفدرالية التي تمثل محور النظام السياسي في الصومال بعد الحرب الاهلية ترجمة نانسي قنقر